المترجم للقناة أولا أشكر تواجدك ومحضوركما معنا لتغطية هذا الحدث الرائع في مدينة البيضاء الذي يقام لأول مرة المؤتمر هذا مؤتمر دولي فيه زوار أسافذة في النساء والولادة من خارج ليبيا ومن داخل ليبيا أيضا من دول العالم ومن مصر والأردن والإمارات ومن كندا ومن ليبيا بجميع أنحاءها المؤتمر هذا يصل على جزئية مهمة في أمراض النساء والولادة التي هي تشخيص بالموجات فوق الصوتية وما هو حديث فيها كان الدعم الأكبر لنا هو مركز البيضاء الطبي له كل الشكر على هذا الدعم الشكر أيضا لكل من سهم في إظهار هذا العمل لتدريب وتعليم أطبائنا كل ما هو جديد تم اليوم تنظيم الحملة لمناقشة موضوع العنف ضد الأطفال من عدة جوانب من جانب علم النفس وعلم الاجتماع والتخطيط ودور الإعلام في كيف أن نسهم في المحاربة والقضاء على هذه الظاهرة بما أنها ظاهرة منتشرة خصوصا في الفترة الأخيرة زاد العنف على الطلبة فنحن نحاولوا أن نحدوا من هذا الموضوع وأن نواحوا في نفس الوقت الناس من القوانين على العنف لأن الناس في مش عارفة أنه لو طالب تعرض العنف من قبل المعلم أنه في قانون يحده وقانون يواكفه فلازم أن نلجأ للجانب القانوني أو أن نلجأ للأي شيء أن نسهموا به في القضاء على العنف فلنا نقوم بها الطالب في محلها مقارد نسية وشمعينها المعارسة بين الطالب والعبار والقضاء العقبات والعقبات والعنف ومن المعارسة التي أفعلها حتى بين الناس هناك شروط يعني المخدير المخدير الأمام الثلاثي ومسط إيج ومسط إيج ومسط إيج ومسط إيج كما تعرضها حتى مهم تغيير بحقية المهزة المهزة المواردة الثالثية سنكون الأطار الملتية السببية للأطار السبع الأممي والأطار السببية والأطار السببية والأطار التحديدية بالطبع، في نسبة الأطار الملتية، القرارة لا تشعر عدم شعورة الأمم أيضا، لديك شعورة في المخاوف المكتفى